اقامت قوات الامن الخاصة عرصا جماعيا لاكثر من ثلاثمائة عريس من قواتها من مختلف فروعها في محافظات الجمهورية هذا الاحتفاء يأتي بالتزامن مع الذكرى الاولى لمجزرة السبعين في الحادي والعشرين من مايو العام الماضي ليس عرضا عسكريا كما قد يخيل للبعض انما هو عرص جماعي لأفراد من ابناء قوات الامن الخاصة بادرت بها قيادة قوات الامن الخاصة لتكون الفرحة فرحتين في وجوه من تعثرت بهم الخطاء لإكمال نصف دينهم اليوم نعبر عن الفرحة بعد ان كان يوم 21 يوم مأساة يومنا هذا يعبر عن التلاحم الوطني يضم ثلاثمائة وكمسين عريس من مختلف محافظات الجمهورية يعني مثلنا الوحدة الوطنية المتكاملة والروح اليمنية فإن شاء الله نعيش الأفراح دائما نحن في يومنا هذا لدينا البهجة والسرور بأفراح ثلاثمائة وخمسين عريسا وفي ثلاثمائة وخمسين عريس هذا إذا كان الإرهاب استهدفنا في 21 مايو العام الماضي واستشهد خمسة وثمانة شخصا فنحن في العام القادم في 2014 سوف ينجب ثلاثمائة وخمسين من قاتل المطل الإرهابين العرسان عبروا عن فرحتهم بهذه المناسبة مباركين الخطوة التي قامت بها قيادتهم في مساعدتهم وتخفيف أعباء وتكاليف الزواج هذه المناسبة العظيمة تقدم بجزير الشكر إلى قيادتنا السياسية مثل تفخامة الأخر الرئيس المشير عبد الرب منصر هادي وتذلك قيادة قوات الأمن الخاصة كما هني بقية الزملاء في هذه المناسبة العظيمة في مشهد فرائحي يتمنى أصحابه عدم وجود أي شيء يعكر صف وفرحتهم إلا أن رفاق دربهم وزملائهم التي نالتهم يد الغدر والإرهاب في أبشع جريمة إرهابية قبل عام لا تزال في أذهان عرساننا متعهدين لهم بمواصلة السير على خطاهم حتى النيل من الإرهاب في مختلف أرجاء البلاد في البداية نهني الشعب اليمني العظيم بعيد الثاني والعشرين من مايو ونترحم على شهداء الأبرار الذين سقطوا فيما يدنا السبعين وألف عقبة للجميع ثلاثمائة وخمسون عرسا يحتفلون بزواجهم غير متناسين من اختارهم الله شهداء عنده على يد الغدر والإرهاب أثناء أدائهم لواجبهم مؤكدين أن دماءهم الطاهرة لن تذهب سداء يحيى الهدي اليمن اليوم صنعا ترجمة نانسي قنقر